وقع زعيمة كوريا الشمالية كيم جونج اون والجنوبية مون جي اين في ختام قمتهما الثالثة حزمة من الاتفاقات التاريخية التي تعزز جهود التطبيع بين الكوريتين وتوج اجتماع الزعيمين الذي استمر لمدة سبعين دقيقة بدار الضيافة في العاصمة الشمالية بوينجانج بالتوقيع على بيان بوينجانج المشترك حيث تفق الطرفان على وقف المناورات العسكرية على الحدود بين البلدين بدءا من اول نوفمبر المقبل بدوره قال الرئيس الكوري الجنوبي ان الكوريتين اتفقتا لاول مرة على سبل نزع السلاح النووي في انجاز يعبر عن مغزا كبير على حد تعبيره